لو سألتك على ضوء هذه الأخطاء الكثيرة والمتعددة في الترجي كيف يستغل الأهلي هذا الأمر وما هي طريقة اللعب المناسبة وما هو التشكيل المناسب طيب وإحنا بنتكلم نتعرف بعض المشاكل الدفاعية اللي موجودة عند الترجي اللي أبرزها عشان معيتش الكلام اللي قاله يا شهاب بحاجتين مهمين جداً جداً المساحة وراء ظهيري الطرف أمين بن حميدة ومحمد بن علي واحد اتنين يعني دو الشباب الحالات الريبوزيشن في الترانزيشن الدفاع يعني إيه العودة لأماكن التمركز بعد فقط الترجي للكورة وهو مع الكورة في الجزء الهجومي لما بيفقد الكورة بقى في جزء الدفاع الأمور عاملة إزاي فيها مشكلة كبيرة جداً لأن عنده اتنون مدفعين كبار وخبرات كبيرة سواء محمد أمين تجاوي في منتخاب تونس أو ياسيم مرياح في منتخاب تونس ولكن ماشي ماشي في الفريمز وحب نتكلم ولكن عندهم بطء كبير جداً جداً في العودة لأماكن التمركز بالإضافة للثنائي سواء محمد بن علي أو أمين بن حميدة على ظاهرية طرف أدي واحد فدي المشكلة الكبيرة اللي موجودة عند الترجي التحولات من الهجوم للدفاع سيئة القدرات الدفاعية بتاع الظاهرية الطرف سواء محمد أمين بن حميدة أو محمد بن علي برضو عندهم مشاكل كتير جداً طيب الأهل يلعب زي بقى؟ زي بقى؟ طيب ناس كتير كانوا بتتساءل هو يلعب ببيرسيتاو ولا يلعب بريدا سليم مارسي الكولر هو أستاذ ورئيس قسم في تقسيم المباريات يعني ناس كلاتهم متخيلة رايح يلعب مباراة خارج الأرض أما في فاينال أفريقيا إنه هيرجع يرتكن للدفاع من بداية المباراة أبداً أبداً هل ألا عرف مارسي الكولر يلعب زي؟ لا لكن استنباط هو بيفكر ازاي؟ ممكن الضغط العالي القوي جداً خاصة في وجود أكرم توفيق في وجود إمام عشور في وجود وسام أبو علي تحديداً الثلاثي ده ومعهم بيرسيتاو وإحسين الشحات لا بيعملوا ضغط عالي قوي جداً جداً عشان ما يخليش ترجي يبني يخلي الترجي يروح دايماً للكرات الطولية من بداية المباراة فيمشي المباراة زي ما هو عايز واحد اتنين طب الترجي يبترى مع ارتفاع النسق الأهل هيرتد شوية الورا ما قدرش يفضل عامل ضغط عالي فترة طويلة بعد 15 بعد 20 دقيقة الأهل هيرتد يلعب ميديم بلوك أو دفاع متوسط ويقفل مساحاته علشان ما يستقبلش أي أهداف في الشوت الأول مهم عندي لعيب ليه بيرسيتاو مش ريدا سليم مثلاً في ظل انخفاض مستوى بيرسيتاو في الفترة الأخيرة وفي ظل ان ريدا سليم في الدقيقة اللي بيلعبها بيقدم مرضوط طيب لان ريدا سليم هو لعيب تحولات ممتاز اللي هو لعيب اللي عندي الترجي لكن مش في الشوت الأول في الشوت الأول أنا محتاج بعد أول ربع ساعة ان أنا لما أرجع أستقبل اللعب وانا بأعمل التحولات أعمل حاجة مهمة جداً عندي لعيب بيقدر يقف على الكرة بشكل جيد لعيب يخلين يقدر يتحكم في الإقاع بشكل جيد اللي هو بيرسيتاو مش ريدا سليم بيرسيتاو لعيب بيقدر يشتغل بلاي ميكر لانه بشتغل انسايد لعيب يقدر في التحولات يعملها بشكل جيد يمكن في أسوأ مباريات النادي الأهلي أمام سانداونز وهي المباراة الوحيدة النقطة السوداء في مسيرة مارسل كولر كانت مباراة سانداونز خمسة ثلاثة خمسة اتنين اللي قدم شوط وحيد جيد كان بيرسيتاو ليه بيرسيتاو بيعرف يشتغل واحد على واحد بشكل ممتاز بيقدر يقف على الكرة ويويت لحد ما يسحب الفريق لفوق فوجود بيرسيتاو ودور مهم جداً لعيب بيرسيتاو خاصة في الشوط الأول عشان كده قلتلك هي بدايتها تقسيم المباراة تشتغل ازاي بعدين ممكن تدي الرضا سيمسي أو مكان حسين أو مكان بيرسيتاو حسب حالة الثنائي في المباراة ورقة مهمة جداً جداً تبقى موجودة معاه على دكة البودلاء النقطة الأهم فاحنا هنا بنوصل بقى هنا للشكل ممكن معظم التشكيل النادي قال لي معلوش خلاف من صف الشبير في حراسة المرمى سنائية قلب الدفاع سوا بنتكلم على رمي ربيع محمد عبد منعم اتنين على الظاهرين محمد هاني وعلي معلول ثلاثية وسط المال عبد مرور عطية أكرم توفيق وإمام عشور اللي يبقى لهم دور مهمة جداً جداً سوا في الترانزيشن الدفاعي الهجومي أو لما يكون التراج معاك كورا ووقفين في الحالة الدفاعية يقفلوا الأطراف بشكل جيد تحديداً أكرم توفيق دور إمام ومسندته بشكل كبير لعلي معلول في الجبهة القوية جداً للتراج اللي فيها يا نساس دور مهمة لحسين الشحات وتاني قولنا ليه بيرسي تاو مكان رضا وليه حسين مكان رضا تحديداً حسين قدراته الدفاعية جيدة يقدر يعمل للسابورت لعلي معلول بشكل جيد ويقدر يقفل الجبهة القوية جداً بتاعت نادي التراج الجبهة لهم بتاعت تراج الشمال بتاعت النادي الأهلي على يانساس وعلى محمد بن علي إجمال والثلاثة الأمامي طبعاً ما لقومش أي خلاف بيرسي تاو حسين الشحات ووسام أبو علي ده الشكل الهجومي اللي هتمنى النادي الأهلي يلعب به في أمام التراج تاني ده بتكلم على بداية المباراة ما بتكلمش على التغييرات ما بتكلمش على النصق اللي الأهلي بيغيروا من ربع الربع خلال المباراة وأخيراً مشكلة كبيرة كانت موجودة عند نادي الأهلي للفترة الأخيرة لازم يا تلافاه المساحات ومهاجمة المساحات من المنافسين الأهلي لازم المساحة اللي قدام منطقة الجزاء والحصول على الكرة التانية الشراسة بتاعت لعبة النادي الأهلي وتوقع مصاري الكرة ودي كانت ميزة مهمة جداً عند نادي الأهلي في فترات اللي فاتت لكن مفتقدها في المباراة الأخيرة أكرم توفيق هو أفضل لها بيعمل الضغط العكسي في الأهلي وأفضل لها بيحصل على الكرة التانية لازم يعمل له المساندة مروان ولازم يعمل له المساندة إمام عشور عظيم